ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بهم الستة تمت متابعتهم بتهم تقيل جدا من بينها الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الجباع المقرون بالتهديد بالقتل وأدانت كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافدا إذ أدين خمسة منهم حضوريا فيما أدين السادس غيابيا لكونه لا زال في حالة فرار وكانت عناصر الدرك الملك بمركز القليعة نهاية الشهر الماضي قد أوقفت خمسة أفراد من العصابة التي اختطفت الضحية ومارست عليها الجنس بالتناوب وذلك تحت إشراف فحل من قائد الجهوي للدرك الملكي وتعود تفاصيل الوقع إلى ليلة الجبعة 22 نومبر 2019 بعدما كانت العشرينية في زيارة خاصة لإحدى صديقاتها بالقليعة وحينما خرجت لقضاء بعد أغراضها تفاجأت بستة أشخاص في حالة غير طبيعية يعترضون طريقها قبل أمن يمسكوا بها مشهرين في وجهها أسلحة بيضاء كما أرغموها تحت طائلة التهديد على الإنصياع لأوامرهم ليطالبوها بمرافقتهم نحو منطقة خلاء بحي سدي داود بالقليعة حيث أدخلوها لمدزل خالي واحتجزوها هناك ليشرعوا في ممارسة الجنس عليها بشكل جماعي نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية اشتركوا في القناة